ينافس شهر أغسطس السابقي في قائمة الانتهاكات التي تعرضت لها مدينة تعز هذا العام غالبيتها طالت مدنيين إذ بلغ عدد الانتهاكات حسب تقرير أعده مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان نحو 180 انتهاكاً أي بمعدل ستة انتهاكات في اليوم الواحد وقد زادت الاشتباكات التي حدثت بين مسلحين خارج إطار الحكومة الشرعية في مناطق آهلة بالسكان من أعداد المتضررين من المدنيين خلال أغسطس الماضي 66 حالة قتل كان لميليشيا الحوثي النصيب الأكبر فيها حيث وصل عدد القتلى على يدها في المدينة إلى 43 قتيلاً بينهم أربعة أطفال ومرأتان بينما سقط نحو نصف العدد برصاص مباشر لمسلحين خارج إطار الدولة أما حالات الإصابة فقد وثق المركز 94 مدنياً بينهم 9 أطفال وخمس نساء تسببت بها ميليشيا الحوثي بينما أصيب 45 مدنياً باشتباكات بين جماعات مسلحة لم تنحصر الانتهاكات في تعز خلال شهر أغسطس بين سقوط القتلى والجرح فقط فقد تم رصد نحو 18 حالة اختطاف تعرضت إحدى الحالات للوفاة جراء التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي بالإضافة إلى اختطاف 13 جندياً من قبل مسلحين تستمر الانتهاكات في تعز بين فترة وأخرى في ظل ضعف سلطات الدولة التي تواجه صعوبات عدة في بسط سيطرتها على المدينة وعلى هذا النحو يظل باب الانتهاكات مفتوحاً إلى أجل غير مسمى